اليوم حلو كله على بعض في راحت قوي قوي اول مباراة خلصت لقيت تهنئة من النادي الاهلي قلت ياه ودي انا بجد اخيرا بجد بجد غيرت او هتغير مفاهيم عند ناس كتير قوي صح النادي الاهلي النهاردة بقدم التهنئة للزمالك اللي ممكن يبقى المنافس ليه في كاس السوبر ايوه فدي حاجة عظيمة جدا وحاجة مشكورة عليها مجلس دارة النادي الاهلي وبنقول له بجد هو ده هو ده للفترة الجاية ويمكن عشان نادي الزمالك ابتدى وعزم نادي الاهلي عنده ونبز عارف اللي هو الطبيعي اللي هم من المنطقة اهلي اهلي كبير زمالك كبير العلاقة تفضل دون مؤسستين مصريتين بنفتاخد بيهم قدام الدنيا كلها هم مع كل التقدير والاحترام لكل الانداف مصر هم قدباي القرى المصرية هم الناس اللي عندهم اكتر شعبية وده ما يزعلش مثلا ام اسماعيلي مصري الاكبر شباب في الوطن العربي كمان الله ينرى عليك يعني هم دول الصفوة بتاعة مصر بتاعة الكورة طبعا فيها عندها عظيمة تاني بس الناس دي هي الاكتر شعبية وعشان كده ما هو فيه ألعاب تاني في مصر طايره يده وبسكته الكورة هي الصفوة هي اللعبة الاولى هي صحبة هي كريمة بتاعة الرياضة في مصر عشان كده بنقول ايه بجده مشكور النادي الاهلي على اللافتة الجميلة صح اللي تقدمت من انه هو بيهني نادي الزمالك طبعا يعني برضو فخامة الرئيسة على رغم مية في المية اللي احنا فيها انا عجبني كمان انه مباشرة تهنئة يعني تأدير للعيبة ورجالة وده اللي دايما بنقوله يا فندم والله حضرتك ما بتلعبش باسم ناديك بس لما بتلعب وبتلعب باسم مصر كوران يفرح بيك وكده السياسية تفرح بيك رئيس الجمهورية يفرح بيك الشعب المصري يفرح بيك لعيبة النادي الزمالك النهاردة او فريق النادي الزمالك بشكل عام حقيقة ده المشهد عظيم انا شفت ناس كتير جدا اهلوية بيهنهم وده حاجة برضو محترمة يعني مش يعني طبعا النادي الاهل ابتدى الاهلوية كمان خدوا النهج الزمالكوية ان شاء الله بإذن الله في بطولة افريقيا ياخدوا النهج اليوم السبت بإذن الله الزمالك والأمور وتعالي بقى في السوبر نلعب مفيش مشكلة ننفس بعد وانت هتطلع معي تقول يا رب الزمالك يكسب الاهل يقول يا رب الاهل يكسب ما دي رياله ودي الكورة عادي بس الجمال اللقاطات دي لازم الناس برضو تتكلم فيها صح عشان حتى الناس تفهم ان احنا مهما كنت بنوشك بهزر معاك حلوة دي يعني دي كورة المنشرة الكورة دي طبيعية ومنطقية يعني مش معناه ان انا بكرهك اي صح مش معناه ان انا بادع عليك حاجة مش حقيقية انما انك تفرح لي وانا فرح لك انك تبريك لي وانا بريك لك دي رياضة وكورة اهلا وسهلا بيها بالمنافسة واللي يكسب في الاخر مبروك اللي يخسر هارد لك ما يبقاش فكرة ان انا لأ انا ما بخسرش ابدا انا الزمالك مش عارف ايه لا ولا الاهل كذب خلاص بقى احنا ان شاء الله دخلينا على وقت او فترة جديدة واهلا وسهلا بالمنافسة